المغرب بوابة إفريقيا نحو العالم وجسر الثقافات بين الشرق والغرب يلعب ولا يزال دورا محوريا في مكافحة الإرهاب فبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتعاونه الوثيق مع المجتمع الدولي أصبح المغرب رائدا في الجهود الرامية لمكافحة التطرف من خلال تبني استراتيجية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة والمبادرات الساعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للتطرف مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وهو ما وطد دورا المغرب في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي فبينما تتوالى مبادرات المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك الرامية لخلق الوئام الاجتماعي وإعادة تأهيل المعتقلين على خلفية التطرف والرفع من المستوى المعيشي للفئات الهشة يواصل آخرون تبني سياسة العنف والاحتقان ممهدين الطريقة أمام الجماعات المتطرفة لزعزعة أمن منطقة الشمال الإفريقي والعبث بمستقبل شعوبه فبالإضافة إلى العمليات الأمنية اتخذ المغرب خطوات فعالة نحو تعزيز الفهم المعتدل للإسلام وذلك من خلال تدريب الأئمة والمرشدين الدينيين على نشر قيم السلام والتسامح مع الحفاظ على الهوية التقافية الغنية للمملكة هذه الجهود المتعددة الأبعاد تجسد التزام المغرب الراسخ بمكافحة الإرهاب مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية يعتبر التعاون الوثيق بين المغرب وشركائه الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ركيزة أساسية في استراتيجيته ضد الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات الأمنية حيث ساهمت المملكة المغربية وباعتراف العالم في منع العديد من الهجمات الإرهابية وتفكيك الشبكات المتطرفة مما رسخ دوره كشريك موثوق به في المعركة العالمية ضد الإرهاب جيهام منصور ميديان تيفي من أمام البيت الأبيض واشنطن